بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلوكم بشخباركم ان شاء الله الكلب خرج عناكم بحلقة جديدة عن بوب جي موبايل. واليوم اصدقائي راح اشرح لكم مهمات الاسبوع الرابع من الموسم التاسع عشر او الشهر التاسع عشر. فقبل ما نبدو نقطع يا شباب. اتمنى من اعتكم تخلوا لايك للمقطع. والما يشترك في القناة. يشترك ويفعل زر الاشعارات. فما اطول عليكم بالمقدمة. قلوكم مع المقطع. اوك يا اصدقائي بداية الروع الاربي. وبعد الروع المهام. ومثل ما تشوفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع الرابع. فاول مهمة من مهمات الاسبوع الرابع يا اصدقائي. يقول لك اتقد معادل خلال خمسة عشر من المباراة في الوضع الكلاسكي. هنا المعادل ما ذكرنا معادل 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 اس ام جي. فتقدر انت تاخذ اكثر من المعادل بقيم واحد. ومثل ما تشوفون يا اصدقائي راح تترككم بوسط الشاشة هذا هو المعادل. تاخذون هذا المعادل في خمسة عشر مباراة خمسة عشر معادل. راح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك فقط اقتل الثين من الاعداء خلال ستونة من الثواني من الهبوط في الوضع الكلاسيك. هنا المطلوب من عندك يا صديقي انه انت تجيب كلين اول ما تنزل يعني اول ما تنزل من الطيارة. بالمدينة تجيب كلها. هنا لازم تنزل من مناطق حامية. وما دام احنا عندنا بهذا الوقت عندنا المواجهة القتالية موجود. تنزلون بهذا المواجهة المواجهة. واول ما تنزلون هو راح تلقون عداه وراح تقدرون تسوون هذه المهمة بكل سهولة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك للاسبوع الرابع والخامس انضي مئة من الدقيق في المباراة. هذه المهمة متكررة عندنا هواية. هنا بكل بساطة. كل ما تلعب مباريات كلاسيكية سواء كان مصنف او غير مصنف. هنا راح نحسب عندك عدد تمام. هنا صفر من مية راح نحسب عندك عدد اللي هو الدقائق. اذا سويت مئة دقيقة راح تكمل عندك هذه المهمة. على كل مئة دقيقة راح ينضي خمسة وسبعين نقطة وتقدر تسوي هذه العملية ست مرات او تقدر تسوي هذه المهمة ست مرات. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقت الاربعة عشر من الاعداء باستخدام البنادق الرشاشة في في الوضع الكلاسيكي. هنا البنادق الرشاشة تقتل بهم اربعة عشر اه عدو. كان مصنف او غير مصنف تقدرون تسوي هذه المهمة. طبعا البنادق الرشاشة اللي يقصد بها طبعا اروح المخزون وبعدها اروح على السلحة. البنادق الرشاشة اللي يقصد بها هي بنادق اللي شوفوها قتابكم اللي هي يوم بي فيكتور توميغان تسعين كل هذي اللي قدامكم هي من البنادق الرشاشة تروح اه تروح بالوضع الكلاسيكي العفو تروحون بالوضع الكلاسيكي سواء كان مصنف او غير مصنف والقتلون اربعة عشر من الاعداء وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله تمام المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك احتى المركزة نضمن افضل ثلاثة مع الاصدقاء ثلاثة من المرات في الوضع الكلاسيكي. هنا مطلوب من عندك تلعب عنده واصدقائك. على الاقل يكون واحد من اصدقائك موجود لياك بالتيم وتاخذون المركز الاول او الثاني او الثالث وتكررون هذه العملية ثلاث مرات وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. طبعا هذي المهمة كل السهلة. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقضي على اللاعبين باستخدام المقلاء لعدد اثنين من المرات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي. هنا المقلاء اللي يقتط بها هي الطاوة تقدر تفنش العدو او عفوا تقدر توقع العدو او البوت باي سلاح رش يعني تنوكة بس متى يجي تفنشها تفنشها بالسلاح المطلوب وهنا مطلوب من عندنا الطاوة تمام اللي هي المقلاء الطاوة طبعا تفنش العدو او البوت بالطاوة وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك امنح او اعد اهداء بي بي لعشرة من الاصدقاء المختلفين. هال بي بي اللي هي العملات طبعا اذا تجيون هنا تجيون هنا على البريد اكو ناس هنا منطينكم عملات مثل ما تشوفون هنا اكو ناس ان هنا محد منطين عملات او شوف هنا محد منطين العملات تمام او تيجي هنا من اصدقائك هنا تمام ترسلي لهم عملات او واعد اهداء عملات مثل عندي هذا فاتح ندوس على البروفايل مالته وبعده انها ترسل هدية عفوا هنا ترسل هنا هذي ما تشوفوها بي بي مكتوب هذي الاشارة تضغط عليها مثل ما تشوفون انها اقول لك تم رسالة هدية نجي هنا مرة ثانية نرسل هذا البي بي ايضا نجي هنا نرسل هذا ايضا ونجي هنا نرسله طبعا نسوون هذه المهمة مثل ما انا سوت واذا تردون مقطع خاص ايضا كتبولي بالتعليقات وهنا راح ازوي لكم مقطع خاص ان شاء الله مثل ما تشوفونا اصدقائي انا سوت خمسة تمام سوت خمسة من عشرة ايراد هو عشرة حتى تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي اقول لك اقضي على ما يزيد اربعة عشر من من اللاعبين في مباراة واحدة في الوضع الساحة هنا انا مطلوب من عندك وضع الساحة اللي هو المستودع مباراة الفرق المميتة لازم تقتل خمسة عشر عدو بقيم مواحد تمام راكز اولي على هاي بقيم مواحد لازم تقتل اربعة اه خمسة عشر عدو خلال قيم واحد بالوضع الساحة اللي هو مباراة الفرق المميتة او مودة الثمانية ضد ثمانية اي شيء عجبك المهم بالوضع الساحة تقتل الربعة عدو وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي اقول لك اتا قدخوذت القوات الروسية المستوى ثلاثة خلال ثمانية من المباراة في الوضع الكلاسيكي. طبعا هانا ما تطمر عندك الخوذة مستوى ثلاثة وانت تلبس خوذة لفل ثلاثة بس تلتقطها من الارض راح تنحسب وياك لازم ثمانية خوذة لفل ثلاثة وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. طبعا جميع المهمات اللي اش راح تقدرون تسوي بوضع المصنف وديدرون تسويها بوضع غير مصنف. ما المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقتل اثنين من الاعداء باستخدام مسدس في اي وضع. هنا مدام هو قاتلنا باي وضع نقدر نسويه بوضع تدريب الساحة. اه تقتل اثنين بمسدس تيجي هنا على الساحة. بعدين على الاعتاد. هنا بالاعتاد لازم يجهز مسدس. ما تشوفون انا مجهز مسدس. يجهز مسدس وتقتل اثنين من الاعداء وراح تكمل وياكم. هذي المهمة. طبعا يقدرون نسوي ايضا بوضع كلاسيكو تقتلهم فقط اثنين المسدس وهيضا راح تكمل وياكم. هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اكمل اثناشر من المباريات في اي وضع لعب. تمام? تلعب مباراة الفرق المباريات. تلعب مصنف تلعب غير مصنف. المهمة تكمل اثناش مباراة وراح تكمل وياكم. هذي المهمة ان شاء الله. المهمة الاخيرة يعني يا صديقي يقول لك دمر اثناش اطارين مركبة في الوضع الكلاسيكو. انا قلت لكم وضع الكلاسيكو تقدر السبب الوضع مصنف ووضع الغير مصنف. الاطارات اللي هي اه تايرات السيارة او اطارات السيارة فقط ترمعين بالاسلاح. تفشش التايرات مطلوب ما عندك تفشش اطناعش تاير تمام? او تدمر اطناعش اه اطار ما السيارة يعني لا تفجر السيارة لا اضرب التايرات مالتها تمام? مطلوب ما عندك اطناعش وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. طبعا قبل ما انه المقطع عدنا هنا اللي هو القسم الثاني او الاخير من اه تعاون مع اه بروسلي وهذا هو الحدث شرحت لكم اياه. طبعا باقي الحدث مدة قصيرة وينتهي. فحبيت اذكركم بهذا الحدث حتى تكملون هذا الجواز اللي هنا طبعا هنا عندنا التشارت اللي هي وتاخذه بوضع الدائم او بالشكل المجاني وايضا عندنا رقصة تاقطها بالشكل الدائم والمجاني. ومثل ما تشوفون اللي ناسي او الملعب هذا الحدث خليل يلعب لما باقي شيء وينتهي عندنا هذا الحدث ينتهي يوم اثني عفو يوم تسعة الشهر الثاني تمام فحبيت اذكركم بهذا التعاون الخاص مع بروسلي تمام فاللي هنا يا اصدقائي اذا كانتكم اي سؤال او اي سبسار اكتبوا ليها بالتعليقات او تراسلوني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف وايضرح لكم باول تعليق وبس اشوفكم بخير